أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية أنه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة جار العمل على إنشاء سبعة مدارس وتطوير وسيانة سبع مدارس أخرى بمدينة القنطرة شرق وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن هذه المشروعات تقدم أكثر من سبعين ألف طالب ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية المهم أن هذه المبادرة بتخدم أولاد الأنطرة شرق وإن شاء الله هتكون حاجة مشرفة على مستوى المحافظة عدد المدارس اللي تتعاملت دي كلها على مستوى القرى ومستوى المحافظة تقدم حوالي من ستين لسبعين ألف طالب تقريبا في المرحلة القادمة وده يمكن هيكون لأول مرة عندنا عدد العدد من المدارس في داخل إقدارة ومركز واحد